فجر الثورة السورية الكبرى وأبى الاستسلام وعاش مؤمنا بالوحدة الوطنية وفيا لفلسطين والعروبة سلطان باشا الأطرش ولد عام 1891 لعائلة درزية ثرية نشأ قريبا من السياسة ورغم ذلك كان زاهدا بالسلطة والنفوذ بعد تأديته الخدمة في الجيش العثماني منح لقب باشا ثم تمرد على العثمانيين وقاتل لإخراجهم من سوريا ومع سقوط البلاد بيد الفرنسيين تقدم صفوف المقاومة فحاول الاحتلال إغواءه وعرض عليه رئاسة دولة للدروز في السويداء لكنه أبى تسويات التجزئة وفي يونيو عام 1925 كان الحدث الفصل فجر سلطان باشا الثورة السورية الكبرى من السويداء لتنضم إليه مناطق أخرى كحلب ومعرة النعمان ودير الزور وحماه وغوطة دمشق فسطر وجنوده بطولات أسطورية أذلة الجيش الفرنسي المدجج بأعتى الأسلحة كان أعظمها في معركة المزرعة الشهيرة بعدما قتل أربعمائة ثائر ثلاثة عشر ألف جندي وللانتقام منه حكم عليه الاحتلال بالإعدام فانتقل مع رجاله إلى شمال جزيرة العرب رافضين تسليم أسلحتهم وظل مطاردا حتى توقيع معاهدة ألف وتسعمائة وستة وثلاثين والعفو العام عن الثوار بمجبها فعاد إلى وطنه واستقبل استقبال الأبطال في مهرجان شعبي ضخم بدمشق لكن جذوة المقاومة في نفسه لم تنطفئ فتابع رحلته المشرفة وأسس جيشا عربيا للمشاركة في حرب فلسطين استشهد منه ثمانون بطلا شهد سلطان باشر انقلابات العسكرية في سوريا وعاش في حسرة وقلق حتى توفي عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين فشيع جثمانه نصف مليون سوري